اشتركوا في القناة يرفع يديه ويقول يا رب يا رب فأردهما فتقول الملائكة إنه ليس أهلا لتغفر له فأقول ولكني أهل التقوى وأهل المغفر أشهدكم إني قد غفرت لعبدي جاء في الحديث إنه إذا رفع العبد يديه للسماء وهو عاصي فيقول يا رب فتحجب الملائكة صوتا فيكررها يا رب فتحجب الملائكة صوتا فيكررها في الرابعة فيقول الله عز وجل إلى متى تحجبون صوت عبدي عني لبيك عبدي يا ابن آدم خلقتك بيداي وربيتك بنعمتي وأنت تخالفني وتعصيني فإذا رجعت إلي تبت على تبت عليك فمن أين تجد إلها مثلي وأنا الغفور وأنا الغفور الرحيم عبدي أخرجتك من العدم إلى الوجود وجعلت لك السمع والبصر والعاقل عبدي أسترك ولا أتخشاني أذكرك وأنت تنساني أستحي منك وأنت لا تستحي منك من أعظم مني جودا ومن ذا الذي يقرأ بابي فلم أفتحه له ومن ذا الذي يسألني ولم أعطيه أبخيل أنا فيبخل علي عبدي يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السمية صل على محمد وآله خير ورا سجيا واغفر لنا يا ذا العلام في هذه العشية وفي كل عشية وارزخنا عيشتا يا دائم